ويمكن يا دكتور ماروة الموضوع ده مهم جداً لأن احنا لو بنتحدث عن مواجهة التقزم وبنتحدث عن مواجهة النحافة أيضاً ده لازم يتم من سن بدري جداً زي ما الدراسات بتقول من فترة حمل الأمة حتى من قبل وضع الجنين ولمدة سنتين الأولى في سن الجنين دي طبعاً من اللي هي الخطوات الجيدة جداً اللي اتخذتها الدولة بالتعاون طبعاً مع وزارة أو تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي زي ما حضرتك تفضلت وقلت ودي طبعاً يعني من ضمن الإنجازات الضخمة اللي الدولة سعلاً حققتها ليه؟ لأن احنا بنقول أن المرحلة الأولى أو مرحلة الألف يوم الأولى من عمر الطفل اللي تتدي من بداية الحمل طبعاً لحد انتهاء سن الخطوات دي مهمة جداً ولها تأثير كبير على الرعاية الصحية بيكون طبعاً النصيب الأكبر منها من خلال التغذية للوقاية من كل أمراض سوء التغذية سواء التقاظم سواء النحافة سواء السمنة سواء عندنا بعد كده أنيميا الحديد وده بيبتيجي طبعاً قلنا كمان من الحمل إحنا لما بنلاقي حضرتك بالروح الأقاليم والأرياف بنلاقي مشكلة كبيرة جداً وهي أولاً بنلاقي زواج الأمهات في سن مبكر فبنيجي نبص بنلاقي هي نفسها عندها إحتياجات من الحديد ومن الكالسيام فتخيل حضرتك أني بقى الأم عندها المقص في الإحتياجات دهياً فهي بالدور طبعاً صحيحة اللي عندها شاشة عظام ومشاكل كتيرة جداً تحتلها بالإضافة أنه بيكون فيه طفل ضعيف بعد كده وطفل ممكن طفل مشوه تصل فيه أمراض ورصية ممكن أن هي تصيبه وتصل فيه كل الأمراض اللي حضرتك برضو أو مشاكل سوء التغذية اللي احنا تكلمنا عنها بالإضافة أن الحامل كمان أهمية التغذية دايماً بنقول لها أن هي مهمة لبناء عظام وخلاة دم للجنين أهمية التغذية السليمة لها والتقليل من متاعب ومشاكل الحمل وتعزيز برضو المناعة والوقاية من الأمراض المعدية وقلنا الوقاية من الأنميا وكمان تعزيز تكوين الحليف في مرحلة الرضاع فيما بعد من ضمن برضو المشكلات اللي بتواجه الأمهات الحامل ممكن التغذية الغلط بتعمل لها السمنة السمنة دي أو الزيادة الكبيرة أوي في الوزن الغير متوقع أو اللي هي غيرة الحدود الطبيعية فدي طبعاً بتعمل إصابة سكري بالحمل للأمو اللي بعد كده ممكن يمسد كمان معاها بيحصل استفاع لضغط الدم لها وممكن يحصل تسمم الحامل بالإضافة طبعاً للعيوب الخلقية اللي ممكن تحصل للطفل وطبعاً إحنا عندنا أي مجتمع كلما زادت الأمراض اللي موجودة فيه فبعد كده بتبقى فيه طبعاً بتزداد اللي هي التفعة التكلفة الأجمالية اللي بتتحملها الدولة وده طبعاً بيكون لتأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الكلي للدولة طيب دكتور حضرتك قلت نقطة مهمة جداً في بداية حديثك مع باسم فكرة إنه إحنا بنلف كل المحافظات علشان نهتم بصحة الأم إن الناس مش فهمة أبداً يعني الحملة تتحدث عن الطفل ولكن أنتوا مهتمين بما تقوم به الأم من إجراءات قبل الزواج حتى كلميني بقى عن الآليات التي تتبعونها أولي وسحة ديكسة الآليات اللي بتتبعوها في كل المحافظات خاصة أنتكم بتتعاملوا مع ثقافات مختلفة طبعاً وده مجهود كبير وعظيم هو الآليات نفسها يعني شي كذا جهة ممكن أن هي بتكون مثلاً بتتعامل من خلال العناية بالأم والطفل وأثناء فترة الحملة إحنا هي طبعاً الحملة أو اللي بتقوم بيها وزارة التضامة الاجتماعي نحن بنشوف أو هم بيشوفوا من خلالها اللي هو أهمية الكشف المبكر على الأم الحامل المتابعة ليها بيعملوا المتابعة الدورية للكشوفات ليها والتوعية بالتغذية ليها وبيضوها سلة غذائية بتكون فيها الإحتياجات الغذائية بتاعتها طيب دور بقى الحمالات التانية الخاصة بالتغذية أو مثلاً الجهات الأخرى اللي بتهتم بتغذية الأم الحامل وبتغذية الطفل بتكون عن طريق بتكون عن طريق التوعية بالتغذية السليمة للأم إحنا بنحط لها إزاي أنك أنت تاخذي إحتياجاتك الغذائية إن إزاي اللبن بالنسبة لك مهم إن إزاي تحصلي على غذاء متوازن إن خطورة إنك بتكلي كربوهايدرات كتير ودهون إن مثلاً ما ينصعش إن أنا كل يوم في المناطق الشعبية والأرياف إنك تكلي كل يوم أغذية مقلية ودي طبعاً بتسبب مخاطر للأم وبتبقى بنلاقي حضرتك بعد كده إن ممكن الأم المرضى بيكون فيه نسبة من مادة ضارة اسمها الإكريلامايد اللي هي الأم اللي بتاكل كل يوم حاجات مقلية في الفطار اللي بيأكلوا إلا أهالينا في المناطق الشعبية والأرياف اللي بيأكلوا دايماً طعمية وبينجين والأكلات الشعبية ديات المقلية في الفطار بنلاقي إن فيه نسبة من مركض اسمه الإكريلامايد موجود فيه لبن الرضاع ده لما بيتنقل للطفل بيسبب عنده مشاكل في الجهاز العصبي بيسبب له هايبر أكتب ممكن هو يسبب له كنسر بعد كده لما يجبر شوية بالإضافة طبعاً المشاكل الصحية اللي بيشكلها أصلاً على صحة الأم الحامل أو المرتع لازم برضو إحنا بنوجهها إن هي احتياجاتها من الفوليك أثر وده مهم جداً للأم الحامل فيه طبعاً بعض الجهات بتبتدي أو الحملات اللي تبقى يعني بتبقى يعني من ضرها التوعية الحامل بتخش من الناحية الصحية اللي تبديها المكملات الغذائية الخاصة وبتابع التحليل بتاعت المقاييز بتاعتها ككل سواء تحليل التحليل الدم سواء هي بتشوف المقاييز الجسمانية بتاعتها بتتابع الوزن بتاعها بتتابع الحالة الصحية ككل ومرعبة النظام الغذائي يبقى هذه المبادرة أو هذا البرنامج يا دكتور مروى بنتحدث عن أو الاسم الألف يوم الأولى في حياة الطفل بيشمل أيضاً مرحلة ما قبل الولادة وذي نقطة مهمة جداً لازم السيدات تكون مدركة لهذه الأهمية وهي دخلة على فترة الحمل ونشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مروى شعير استشاري التغذية على وجودك معنا في هذا الصباح